الاتحاد السعودي يعلن تمديد عقد بيتزي المدير الفني للمتاخب طبيعي جدا يعني راجل من ثلاث مباريات أهم المباراة بالنسبة لك مباراة مصر حاولوا أنهم ما يحققوا عرفين أن مصر والسعودية كانت فرصهم ضعيفة لكن بالنسبة للسعودية مهم جدا ثلاث نقاط في مونديال أعتقد تاني أحسن مشاركة أو تاني أحسن نتائج للمنتخب السعودي بالرغم من خسارة منتخب السعودية أمام منتخب روسيا بخمس أداف مقابل للشيء لكن يبقى بيتزي عمل إنجاز بالنسبة للسعودية بيتكوفيتش يدافع عن ثلاث منتخب سويسرا بعد غرامة الفيفا بيتكوفيتش وسويسرا نعرفين أن مباراة سويسرا وسربيا الأخيرة شهدت بعض الإشارات السياسية من جانب تشاكا ومن جانب شاكيري كونهم من أصول ألبانية استفزازا لسربيا اللي هي كانت يغزلافيا لسربيا ومنتنجر وبالتالي الفيفا بعد ما فتح تحقيق وقرر الفيفا نعرفين أنه هو دايما يقول أنه ما فيش تدخل رياضي لي علاقة بالسياسة ولا السياسة في الرياضة وبالتالي يحتسب أن هذه إشارة سياسية خارجة وبالتالي فرض الغرامات المالية على ثلاث المنتخب السري أما إيدن هازورد يعود تدريبات المنتخب البلجيكي استعدادا لمواجهة إنجلترا وأول اختبار حقيقي للمنتخب الإنجليزي بمواجهة بلجيكا يوم الخميس مدرب المكسيكا الكولومب إخوان كارلوس أوزاريو لن نكتفي بالتعادل أمام السويد أنجلا ميركل المستشارة الألمانية تعلن عدم حضورها مباراة ألمانيا أمام كوريا الجنوبية بالمونديال وأخوة كيم لوف سنفعل كل شيء للفوز على كوريا الجنوبية تشين تايونغ المدير الفني الكوري الجنوبي لا يوجد ما يمنع فوز كوريا الجنوبية على ألمانيا أما فرناندو هيرو ينتقد لعبي أسبانيا رغم التأهل لدور الستة عشر في المونديال نحن عارفين أن أسبانيا بقرار تحكيمي خاطئ في مباراة المغرب تعدلت مع منتخب المغرب منتخب يران كان عنده فرصة لكن المباراة مشت في صالح المغرب وفي صالح البرتغال وبالتالي الأسبانيا والبرتغال بيصعدوا مع بعض ما فيه شك أن المجموعة دي مجموعة نارية الأربع فرق أدوا بشكل رائع جدا جدا لكن في الآخر الأسامي الكبيرة في المونديال الروسي هي التي تتفوق على المنتخبات الأقل خبرة ما فيه شخص يسمها الأسامي صغيرة لكن فيه منتخبات أقل خبرة من المنتخبات الكبرى منير الحدادي المغرب تعرض لظلم تحكيمي في المونديال يعني تقنية الفار أو تقنية الفيديو للأسف كنا فاكرين أن هي تنصف المنتخبات لكن هي للأسف هي ما أنصفتش المنتخبات الصغيرة هي معمولة فقط للمنتخبات الكبيرة على ما حسب بعض التقارير والصحف بتتهم نظرية الفار وهي نظرية الفيديو ماردونا كولومبيا وأورجواي ينعشان أمال كورة أمريكا الجنوبية في المونديال ماردونا طبعا الأعظم في العالم في كورة القدم بيتكلم على أن كولومبيا وأورجواي أكيد أورجواي صعدت خلاص عندها تسع نقاط أول المنتخبات لحققت العلامة الكاملة ومنتخب كولومبيا بيتفوق يعني الثلاث هداف على منتخب بولندا وبالتالي عنده فرصة كبيرة في الصعود وفي مجموعة أيضا قوية جدا معهم اليابان معهم بولندا معهم السنغال هنشوف المباراة الأخيرة تشهد صعود منتخب كولومبيا ولا لا كانت رجل مباراة فرنسا والدنمارك فرنسا والدنمارك مباراة زي ما احنا شوفنا يعني الوحيدة اللي انتهت بتعادل سلبي في المونديال لكن ما كانش فيها متعة كورة القدم يعني زي ما يكون الاثنين متفقين على خروج بنتيجة سلبية وبالتالي الاثنين صعدوا مع بعض فرنسا والدنمارك تعادل السلبي الأول في المونديال البيروفي أندري كاريو عفض اللاعب في مباراة بيرو وأستراليا اعتقد أن بيرو هيكون لها شأن كبير جدا في مونديال القادم لو صعدت في التصفيات قدمت مونديال مش وحش شوفنا الفوزها الأخيرة على منتخب أستراليا وبالتالي منتخب بيرو من المنتخبات المشرفة واللي خرجت من الباب الكبير فخر الدين بن يوسف القرعة ظلمة تونس في المونديال القرعة ظلمة منتخب تونس وظلمة منتخب المغرب وظلمة منتخب ناجيرا لكن في الأول وفي الآخر المونديال 32 فريق كلهم أقوية اللي يبقى موجود فيه كاس عالم لابد أن يكون على أتم استعداد أنه يواجه أي حد شوفنا منتخب المغرب لولا يعني بعض الأخطاء وبعض السوق التوفيق كان زمانه موجود في دور الستاشر المنتخب التونسي يصل ساينسكي استعدادا لمواجهة بانما ساينسكي طبعا المدينة اللي هتكون أو هيتلعب فيها مباراة تونس وبانما نتمنى إن شاء الله التوفيق للمنتخب التونسي في أداء مباراة جيدة والخروج بثلاثة نقاط وأداء مشرف للمنتخبات العربية إن شاء الله منتخب تونس قادر على فوز في مباراة بانما أما تشتشاريتو لعب المكسيك نلعب في مجموعة الموت في مونديال روسيا طبعا مجموعة ألمانيا والمكسيك والسويد كي طبعا مجموعة قوية جدا وكوريا أيضا مجموعة قوية جدا جدا وبالتالي مكسيك ضمنت الصعود تلعب المباراة القادمة ضمانا للعلامة الكاملة وضمانا أيضا في تحقيق المركز الأول كده كده المكسيك وصل الأول لكن طبعا الإعلامة الكاملة وأيضا الثقة في النفس والثبات والدفع الإجابية اللي ممكن تاخدها في المباراة القادمة لدور الستاشر أما تتيه المدير الفني للمنتخب البرازيل لا تبحث عن الثقر خلال المواجهة المحتملة أمام ألمانيا السبعة واحد بتطارد المنتخب البرازيلي في الصحف العالمية لكن تتيه مدير فني عائل جدا نتكلم وقال أنا الثقر لا يعنيني لكن أعتقد أن الفوز كفاية أوي على رد منتخب ألمانيا أو الصحف العالمية على السبعة واحد وتقرارها وهل منتخب ألمانيا 2014 هو 2018 ده اللي احنا نشوفه لو القرعة أو لو نظام الترتيب جه في صالح ألمانيا والبرازيل أما فان مارفك لا أعرف مستقبلي مع أستراليا بعد الخروج من المنديال والفيفا يفرد غرمات ويوجه تحذيرات بعد مباراة ألمانيا والسويد الفيفا حاسم جدا جدا أكيد يعني بعد كل حدث بنلاقي أن في عقوبات صارمة وفي تدخلات زي ما احنا عارفين أن لما بيحصل أي مشكلة لما بيتاخد أكشن ده بيبقى جرس انظار لكل الناس اللي مشاركة في المنديال لما الأكشن بيتأخر ده ممكن يدي رعونا شوية للفرق واللعدين اللي بيشاركوا في المنديال